يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية لا تقولوا لي إن الفصل 1084 معه فصل ناري يا ساتر فصل ناري وحريقة وستين ألف حريقة كمان وكالعادة أودا مستمر في طرح المزيد من الأسئلة وحالف طلاق ويمين بالله إنه ما يعطينا أي جواب اسمع لي يا جماعة مع لي الرتم والله مارا رهيب أنا ما عرف وش كان وضعكم صراحة في الفصول القديمة بس من الوقت اللي دخلت فيه أو بدأت فيه متابعة المانجا والرتم يا ساتر لوفي في الإقهد وقارب هناك يضارب في جزيرة القراصنة وتيتش مغط لا ولا وفقع وصاحب الجرح الناري وشانك سر على كد يا ولد كمية تحداث مرة كثيرة قاعدة تصير من يوم بدأت أو من يوم دخلت المانجا وفصل اليوم أو الفصل 1084 كان له من البقعات والمصائب النصيب برضه غرفة الأوهام الملكة ليلي رسالة الملكة ليلي المحفوظة في أرباستة من 800 سنة أدي وما أدراك أم أدي التنين السماوي المدعوس يا عمري يا الحدث يا عمري يا ولد الفصل رهيب أموما ما رح أكثر عليك كلام يا عزيزي القرصان أو عزيزي الأدميرال أو عزيزي الثوري باك للفيديو لو أعجبك واشترك في القناة لو ما كنتم مشترك وفعل جرس تنبيهات وضروري ضروري ما تنسى تضغط لايك لا تشوف الفيديو وتفقى لأنه هذا أكثر شي ممكن تدعم في القناة تعال تابعني من وقع التواصل الاجتماعي كل الأشياء اللي ممكن تتابعني فيها راح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف غير كذا عزيزي الوجيه اطلع على ظهر سفينتك وافتح أشريعتك ويا الله بينا نبحر في الفصل 1084 ونمارس الهبد والدبج والخبز والتحريات والعلى نطلع بشيء صحة إن شاء الله أول حاجة يا جماعة رحلة سابو والثوار داخل الريفري لو تلاحظون أودا جالس وضحة لنا أكثر وأكثر مع الوقت لأنه ما يصلح كذا يترك لنا حدث كبير زي هذا بدون توضيح احنا ما نتكلم عن دخول للريفري وبس احنا نتكلم عن تحرير عبيت تحرير كومة وجمع أكبر قدر من المعلومات ومحاولة اغتيال تنين سماوي وملك كوبرا يموت وليلي معلومات كثيرة في هذا الارك جالس يوضحها لنا أودا بشكل متدرج أو بشكل تدريجي فسابو والجيش الثوري يا جماعة معركتهم ما كانت سهلة أبدا والتفاصيل هذه الصغيرة أو الكبيرة في هذا الفصل مرة مهم أننا نعرفها قبل ما نوصل للحدث الأكبر واللي رح يهز العالم مثل ما قالوا وكمان قبل ما نحصل على الإجابة اللي معظمنا ينتظرها وهي إيش شاف سابو عليه من الله كل خير إن شاء الله في غرفة العرش الفارغ وبخصوص هذه الجزئية سابو إيش شاف العرش الفارغ الملك كوبرا إيمو سما الجيروسي رح نبني سيناريو كده افتراضي في نهاية الفيديو فخلوكم معي لنهاية الفيديو بإذن الله سيناريو راح يعجبكم طيب يا جماعة تفصيل جميل جدا تركوا لنا أودا في فصل اليوم وهو إن سابو قادة الجيش الثوري قدروا إنهم يسرقوا مفاتيح القيود اللي على رقاب كل العبيد الموجودين في الريفري أو في مريجوة لأنه ممكن بعض الجمهور يسأل معقولة يعني الجيش الثوري بقوة الهائلة هذه ما أحد عنده هاكي صاحي يفجر أم القيود اللي على رقاب العبيد هذه ويفك أمنا خلاص لازم نروح ندور مفاتيح وحوسة أوكي كلام جميل وطبيعي لبعض مننا ممكن يفكر بحل فوضوي زي كذا بس حط ببالك لو افترضنا إن سابو أو أحد قادة الجيش الثوري فعلا قالوا يلا خلينا نفجر كل الأطواق اللي على رقاب العبيد ونفكها بنفس الطريقة اللي سواها ريلي مع الحورية وبنفس الطريقة اللي سواها لوفي مع يماته إيش تتوقع يصير يا ولد بتصير فوضى مرة كبيرة فوق الفوضى اللي صايرة عملية تكسير القيود عن طريق أو باستخدام الهاكي عملية معقدة جدا وقف لا تتحرك خلك ثابت تركيز بوم تكسير ارمي ينفجر فيه فيه عملية معقدة لتكسير القيود باستخدام الهاكي فقالوا لك لا يا عمي بسط أم الموضوع وحسرق المفاتيح وحرر العبيد من دون أي مشاكل وخلاص فكتابة هذه الجزئية بالتحديد للأمانة مرة عجبتني وأثني على أودة صراحة عليها نشوف تفصيل صغير بسيط كذا كان بإمكانه يختصره بتفجير وخلاص بس قال لك لا حط عليه سيناريو معين يخدمه ويخليه فعلا أكثر منطقية بعدين يا جماعة ذكرت معلومة مرة 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 مهمة وجديدة في فصل اليوم ألا وهي غرفة الأوهام إيش أم غرفة الأوهام هذه؟ لا إله إلا الله إحنا نلاقي إجابة على الأسئلة القديمة ولا نلاقي أسئلة جديدة نحاول نمحط لها عن جواب أرحمني أودة عموما يا جماعة على حسب ما فهمنا من سياق الحوارات في فصل اليوم إنه في غرفة اسمها غرفة الأوهام حلو حلو وجزء كبير من الحراس في قلعة الريفري اللي كانوا لابسين ديك الدروعة الحديدية اختفوا فجأة وبدون أي سبب أيوة ليش يترى اختفوا لأنهم شافوا غرفة الأوهام هذه كذا سواليف قاعدين نأخذها ونسرقها من الحراس اللي باقين النص يقول كذا والحوار يقول كذا وهذا اللي ممكن نفهمه منه أي شخص يشوف غرفة الأوهام بقصد أو عن غير قصد يختفي مباشرة يختفي وين راح اختفى ولكن ممكن يكون فيه تلاعب في الكلمات هنا يا جماعة ويكون المقصد الحقيقي أي شخص يشوف إيش داخل غرفة الأوهام بقصد أو عن غير قصد يختفي مباشرة مهمت ولا فاهمك أكثر أحا والله أنت متنح زي يا خوي ما عليك كلنا متنحين أي شخص مو يشوف غرفة الأوهام أي شخص يشوف إيش داخل غرفة الأوهام يشوف إيمو سما يختفي مباشرة لأنه إيمو سما سر من أكبر الأسرار الموجودة داخل مريجوة طيب على طاري الاختفاء ذكرك كلامي بشيء يا السلام عليك اختفاء لولوشيا يا السلام عليك اختفاء القودفالي احنا ما نتكلم عن قطع ولا تكسير ولا تنتيف ولا إذابة نتكلم عن اختفاء كده بوم يختفي جزيرة تختفي شخص يختفي فقد يكون المعنى هنا مثل ما قلت غرفة الأوهام موجودة وأي شخص يحاول يدخلها ويشوف إيش داخلها يختفي مباشرة بواسطة مين يختفي مباشرة بواسطة إيمو سما طب بواسطة قوة إيمو سما ولا بواسطة سلاح معين الله أعلم بس اللي نقدر نتأكد منه أي شخص يدخل داخل غرفة الأوهام ويشوف إيمو سما يختفي مباشرة انتهى عموما إحنا لسه ما خلصنا من موضوع غرفة الأوهام بنرجع لها بعد شوية نيجي لأحد أهم الحوارات اللي ذكرت فيه فصل اليوم وهو حوار الملك كوبرا مع الجيروسي خلونا نلخص كلام الملك كوبرا على السريع حتى وإن كان جزء كبير من كلام الملك كوبرا نعرفه بس يعني علشان نربط الأحداث ببعضها الملك كوبرا يا جماعي يقول قبل 800 سنة جاء 20 ملك وقالوا يلا بينا نأسس حكومة العالم وبعد ما أسسوا حكومة العالم انتقل كل العشرين ملك من دولهم إلى مريجوة علشان يعيشوا هناك كتنانين سماوية واستمروا فيه سيادة العالم لمدة 800 سنة ولكن العشرين ملك هذول يخافوا أن يوم من الأيام يطلع واحد منهم يقول هاي أنا ملككم أنا ربكم الأعلى أنا الحين راح أحكم العالم كله وإنتوا تكونوا تحت رايتي فقالوا لا خلونا نسوي عرش فارغ يا جماعة من بدري ونحط سيوفنا أمام العرش الفارغ ونقسم أمام العرش الفارغ إنه ما فيه أي ملك راح يجلس على هذا العرش وغرسوا سيوفهم حول العرش مثل ما قلنا وأقسموا إنه العرش هذا ما حد يجلس عليه بالفعل بحيث إنه اللي يحكم العالم مش شخص واحد إنما مجموعة دول طيب العشرين دولة يا وجيه اللي صارت بلا ملوك إيش صار عليها؟ يا سلام المعلومة هذه برضو ذكرها الملك كوبرا كل دولة من الدول العشرين اللي خرجوا منها هذول الملوك شعب الدولة هذه انتخبوا ملك جديد لها ومشيت الأمور طيب المشكلة وين؟ المشكلة يا جماعة إنه كل أسماء العشرين ملك اللي أسسوا حكومة العالم تمحوا أسماءهم من سجلات وتاريخ العالم تماما طيب أنت قلت عشرين يا وجيه هم تسعة عشر أحسنت يا سلام عليك عجيبني اللي مركز تسعة عشر ملك لأن عائلة نفر تاري اللي عايشين في أرباستا قبل ثمانمائة سنة ما صاروا تنانين سماوية وبالتحديد وقتها كانت فيه شخصية أو ملكة اسمها الملكة ليلي وقتها قالت أنا معاكم ولكني أرفض أصير تنين سماوي ورح أظل موجودة في أرباستا ولكن الآن كوبرا أو الملك كوبرا عنده سؤال منطقي جدا أوكي يا جماعة تسعة عشر ملك تركوا دولهم وراحوا يعيشوا كتنانين سماوية ومن حقهم جدا إنهم يطلبون إنه يتمحوا أسماءهم من سجلات التاريخ علشان ما حد يعرف منهم خلاص هم تنانين سماوية ولكن الملكة ليلي ما صارت تنين سماوي وما رجعت أصلا لأرباستا وأخوها هو اللي أكمل الحكم من بعدها ومع ذلك اسم الملكة ليلي تم محوه من السجلات والتاريخ ليش طيب لحظة يا وجيه أنت تقول إنه تم محو اسم الملكة ليلي من التاريخ طيب كيف عرف الملك كوبرا عنها إذا هو تم محو اسمها يا سلام عليك الملك كوبرا يقول إنه في رسالة تركتها الملكة ليلي وما زالت موجودة هذه الرسالة إلى يومنا هذا في أرباستا منذ 800 سنة إيش محتوى الرسالة؟ ما راح نقدر نجزم ولكن الأغلب إنه في تلميح داخل الرسالة عن الدي والشي هذا ذكر بشكل جدا واضح في فصل اليوم ولكن ما تم التفصيل فيه نهائيا لأنه أودا يحب يطقطق علينا ويجنن أمنا ولكن بنرجع لهذه النقطة بعد شوية عموما الجيروسي بعد ما سمعوا كلام الملك كوبرا قالوا له يا وينت تسوق أم أنت يا أبو يا كلام صار قبل 800 سنة إحنا إيش عرف أمنا من الدي وإيش عرف أمنا وين صارت ليلي تستهبل علينا أنت أقول لك إيف ولكن المشكلة مش في الجيروسي ولا في سؤال الملك كوبرا المشكلة أنه إيمو سمى كانت قاعدة تسمع كل الكلام هذا من غرفة الأوهام إيمو سمى متك يا حبيب بجوة غرفة الأوهام وجالسة تتسمع أوه ليلي أوه دي لا 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 ولد قاعد يقول كلام خطير نكمل حوار الملك كوبرا عشان نرجع ناخذه بشكل تدريجي نطع عليهم الملك كوبرا في النهاية وقال لهم اسمعوا طيب ما تعرفوا ليلي ما تعرفوا شيء عن الكلام اللي قلته إيش يعني دي وينصر دين أمك يا شيخ على السؤال شكرا أقسم الله أني انبسطت يوم سأل السؤال وكنت متوقعنا نبن لقى إيجابة ولا طرف خيط ولكن ماشي أوه دا كالعادة زي ما قلت لكم يطاقطق علينا عموما يا جماعة التحليل البسيط لموضوع ليلي اللي ممكن يفكر فيه أي إنسان إنه ممكن تقول إنه ليلي هي إيمو سمى إيزي واضحة لأنه السيف رقم 20 موجود عندها في غرفة الأوهام وشفناه في أكثر من فريم وهو مغروس في الأرض وهذا يفسر سبب جلوس إيمو سمى على العرش الفارغ لأنها ما أقسمت معهم لأنها هي ليلي وبطريقة ما قدرت تحصل على الخلود إما من فاكهة الخلود زي ما قلنا زمان مباشرة فاكهة اسمها فاكهة الخلود أو عن طريق استخدام فاكهة لاو وظلت عائشة الملكة ليلي باسم إيمو سمى منذ 800 سنة وحطوا في بالكم حاجة يا جماعة هذا الكلام اللي أودي يبغانا نفهمه إنه أوه هذا الموضوع ببساطة لكن لا الموضوع مش بذي البساطة أبدا لأنه اللي ينقذ فكرة إنه إيمو سمى هي ليلي هي إنه الملكة ليلي تركت رسالة لشعبها أو لعائلتها نفرتاري في أرباستر والله أعلم إيش محتوى هذه الرسالة فليش ليلي تترك رسالة لأهلها ولعائلة نفرتاري وبعدين تروح وتحكم العالم وتجلس على العرش الفارغ وبعدها يموت الملك كوبرا اللي هو سليل الملكة ليلي ما في أي منطق ولا فيه أي فكرة في الموضوع الموضوع مخربط لو بنفكر فيه بالطريقة هذه ما يمشي أبدا ولكن يا جماعة أعتقد والله أعلم إنه قبل ثمانمائة سنة الملكة ليلي رفضت إنها تقسم أمام العرش الفارغ وتغرس سيفها طيب ليش؟ قال جميل لأنها كانت تعرف حقيقة معينة إيش هي الحقيقة المعينة؟ إنه القسم أمام العرش الفارغ كان مزيف وكلام فاضي ومجرد شكليات والعرش الفارغ مش عرش فارغ كل التسعة عشر دولة وقتها غرس سيوفهم أمام إيمو سما فخلاصة الكلام الملكة ليلي رفضت إنها ترضخ وتعلن ولاءها مع التسعة عشر دولة ثانية لإيمو سما وبالمقابل إيمو سما منعتها من العودة لأرباستا وقتلتها وبعدها تمحوا اسم الملكة ليلي من سجلات التاريخ ولكن ظل اسم الملكة ليلي وبعض المعلومات عنها موجودين في الرسالة اللي أرسلتها الأخوها في أرباستا وما زالت محفوظة إلى الآن منذ ثمانمائة سنة أكرر بنرجع نخوض في الموضوع أكثر في التفصيل في نهاية الفصل أو في نهاية الفيديو نيجي يا جماعة لواحد من أهم وأروع الأحداث اللي صارت في فصل اليوم واللي هي لحظة تحرير الأميرة شراه شي بواسطة القادحين الإذنين ليو وسهاي يا شيخ تسلم يدك أنت وياه يا شيخ تسلم رجلك أنت وياه الكلبة والتنين السماوي أذاك اللي فغصوه أنا ما أبغى أفتكر اسمه ولاني مهتم أفتكر اسمه حريقة تحرقه الله يبزه بالله شوف الفريم هذي شوف الفريم شوف الفريم ومتع ناظريك يا عزيز الوجيه شوف وجهه جسمه كله كده فغصو فغص شكرا يا أودا شكرا يا أودا على الفريم هذا أقسم بالله برد قلبي أقسم بالله لحظة تاريخية كل مرة ينضرب فيها التنين السماوي ذا الرمة إنها لحظة يا شيخ تسوى الدنيا وما فيها يا شعور رائع شعور رائع تسلم يدك وتسلم رجلك يا شيخ انتوياه يا شيخ عقبال كل التنين السماوي إن شاء الله عموما هو ترى فيه احتمالية كبيرة أنه ما مات أصلا لأنه لو تفتكروا كلام أكاينو في أحد الفصول السابقة قال إنه كان فيه محاولة لاغتيال أحد التنين السماوية محاولة اغتيال يعني ما مات كان بيموت بس ما قدروا يقتلوه وكان فيه تدخل كمان من الفرسان المقدسين يا ولا تصير حوسة في الريفري يا ولا تصير حوسة في الريفري إحنا نفهم إيش ولا نستوعب إيش نجاوب على إيش ولا نشوف إيش يا ولد كمية أسئلة جالسة طرحها أودا كثيرة إيش نجاوب صدقوني لو نجمع الأسئلة اللي طرحها أودا إلى الآن وما لقينالها جواب بتسوي فيها أنيمي ثاني يا كثرها كثيرة طيب يا جماعة الآن خلونا نبني سيناريو افتراضي هذا السيناريو اللي قلت لكم من تظروف نهاية الفيديو خلونا نبني سيناريو افتراضي ليش ممكن يكون حصل في قاعة العرش الفارغ ما بين الملك كوبرا وإيمو سما والجيروسي وسابو ونربط الأحداث في بعضها ومش كده بشكل عشوائي لا من بداية حدث الريفري اللي شفناه مرة زمان وإلى آخر شي شفناه في فصل اليوم وصدقوني بيطلع معانا سيناريو مرة متماسك وبيخلينا نفهم الموضوع أكثر طيب يا جماعة ركزوا معايا وخلونا نأخذ السيناريو حبة حبة الملك كوبرا دخل على الجيروسي قال لهم الكلام اللي ذكرناه في بداية الفيديو أو ذكر في الفصل وطرح لهم سؤال عن الدي احنا ما نعرف ويش صار بعدها لأنه بعد الدي انقطع المشهد وروحنا للمعركة الثوار ومعركة شراه وشي والعبيد والدنيا ذي ولكن الأكيد إنه الملك كوبرا قال كلام مرة خطير عن الدي لدرجة إنه إيمو سما لما سمعته من غرفة الأوهام جات بنفسها بوم رسبنت في قاعة العرش الفارغ ودار بينها وبين الملك كوبرا حوار معين قد يكون طويل وقد يكون قصير ولكن الأكيد إنه في حوار دار بينهم وأثناء الحوار هذا اكتشفت إيمو سما إنه الملك كوبرا يعرف أكثر من اللازم يعرف أشياء كثيرة جدا وكلنا يا جماعة نعرف مصير أي إنسان يعرف أكثر من اللازم داخل عالم وانبيس يب يموت مثل علماء أهارة بالضبط لما عرف الجيروسي إنهم يعرفون أكثر من اللازم مباشرة تمت عليهم إبادة جماعية وتطهير عرق ما بقوا منهم أحد إلا روبين وشردت كمان فصدقوني اللي زعل إيمو سما من الملك كوبرا مش فقط موضوع ليلي كمان سؤاله ومعرفته ببعض الأمور عن الدي وأعتقد والله أعلم إن رسالة ليلي اللي تركتها قبل 800 سنة لعائلة نفرتاري وما زالت موجودة إلى الآن ذكر فيها شيء عن الدي وشيء مرة مهم ومفصلي ممكن الملكة ليلي ذكرت في رسالتها إنه الدي هما الحل الوحيد لإيقاف إيمو سما أو ممكن الملكة ليلي قالت إنه إيمو سما أو حكومة العالم بشكل عام ما راح يسقطهم إلا شخص من الدي أو ممكن قالت إنه في شخص من الدي راح يظهر مستقبلا ويحرر أم العالم من حكومة العالم النصابة هذه أو ممكن ذكرت في رسالتها إنه الدي يوما ما راح يتحدون ويسقطون حكومة العالم وهذا يودينا لنظرية إنه في ناس يقولوا يوما ما تيتش ولوفي راح يتحدوا معا لإسقاط حكومة العالم ولكن يا جماعة خلونا من كل الفرضيات والحوسة هذه الأكيد إنه في شيء يعرف الملك كوبرا خلى إيمو سما تقتل مباشرة قلت لكم يا جماعة إيمو سما مش ليلي أبدا إنسوا 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 الموضوع تمام طيب نرجع من جديده على السريع علشان أحسني توهتكم الملك كوبرا يسأل عن الدي وليلي إيمو سما تدخل وتكتشف إنه يعرف الكثير ومباشرة تقتله سابوا وقتها وين كان كان موجود في قاعة العرش الفارغ ولكنه متخبي وقدر يسمع كل الحوار هذا وبعدها وفي لحظة ما اقترب من جثة الملك كوبرا واخذوا له صورة ونشروها على إنه هو اللي قتل الملك كوبرا بعد ما قتلت إيمو سما الملك كوبرا رجعت وراحت لغرفة الأوهام وقطعت صورة تيتش وصورة لوفي وحطت السيف على صورة شراهوشي واخذت في يدها صورة فيفي ليش قطعت صورة لوفي وتيتش؟ بالضبط لأنه قبلها بثواني أو بدقائق الملك كوبرا استفزها بمعلومات عن الدي طيب ليش حطت السيف على صورة شراهوشي؟ لأنه قبلها برضه وصلها خبر عن محاولة اغتيال التنين السماوي بسبب شراهوشي طيب ليش صورة فيفي في يدها؟ يا سلام عليك جيبتع صح؟ لأنها الآن تخطط لقتل ما تبقى من عائلة نفرتاري وتمحيهم من الوجود تماما لأنهم يعرفون أكثر من اللازم وربما أخوفكم شوية وهذا الشيء اللي أنا فعلا خايف منه ربما أرباستا الآن مملكة أرباستا معرضة لنفس مصير لولوشيا وقودفالي كله جائز وكله مترابط صح أو لا؟ أنا مشكلتي في هذا السيناريو بس أنه مني قادر أعرف كيف في فيه هربت مع مورغين وليش هربت مع مورغين أو كيف تم تهريبها مع مورغين هل سابو أخذها بعد ما شاف المصيبة ذيك وعرف أنها راح تموت راح أخذها وخطفها وهربها مع مورغين وكيف أصلا علاقة مورغين مع الجيش التوري في فجوة في السيناريو مني قادر أربطها خلاصاتها أنه كيف في في هربت مع مورغين بحيث ما تواجه نفس مصير أبوها ولكن اللي ممكن نقدر نفهمه الآن أنه في في الآن عندها الرغبة أكيد أنها تنتقم لموت أبوها لأنه مين باقي من عائلة نفر تاري؟ ما عاد فيه إلا في في لو ماتت في في خلاص انتهى التاريخ وانتهى كل الحوسة والتضعي اللي صارت وصارت للملك كوبرا هذا السيناريو يا جماعة ببساطة اللي قدر تطلع فيه وأربط في بعضه من بداية الريفري وإلى حدث اليوم أو الحدث اللي صار في فصل 1084 وأتمنى تكتبوا لي في التعليقات أي تحريات وأي نقاط ممكن تضيفوها بحيث نسد الفجوات الموجودة في حدث الريفري وكيف ممكن تكون هربت في في أو مين اللي هرب في في مع مورغين لأنه مورغين لو فاكرين في الفصل قال أنا أويتك أنا أويتك وانت قبل كم يوم تبكي فانطمي ولا تزعجينا معناته أنه مورغين أحد طلب منه إنه يخليها عنده أو هي طلبت من مورغين إنه يخليها عندها وكلنا نعرف أنه مورغين مصلحجي أي شي بيجيب له فلوس وبيجيب له أخبار حلوة بيسوي فموضوع في في بالنسبة له هو موضوع دسم وممكن قال إيش خلينا احتفظ بها عندي لأنه ممكن أستفيد منها مستقبلا مش لغرض إنساني ولا لغرض خير ولا لشر لأنه إنسان مصلحجي ويحب الفلوس ويحب يجيب أخبار وينشر أخبار سواء أخبار صح ولا أخبار غلط أصلا لو تفتكروا وقتها كان قاعد يألف خبر وهو قدام في في قاعد يقول أكتبوا عندكم لو في قبعة القش أخذ فيجابانك عنده كرهينة ويهدد حكومة العالم بوم أنشروا الخبر قالت له اي تركت داب إيش الخبر النصاب هذا قالها ما عليكي الناس ما يهمهم الخبر مزيف ولا صحيح الموضوع مجرد ترفيه ياب كده ببساطة الإعلام من وجهة نظر مورغين فبس والله يا جماعة هذه تقريبا مراجعتي السريعة والمختصرة إن شاء الله أني ما طولت عليكم فيها للفصل الف واربعة وثمانين ولكن المشكلة يا أخي القصة بدأت تتشعب كثير القصة بدأت تتشعب كثير فيه أسئلة كثيرة مرة قاعدين ننتظر لها جواب معادي ندري ننتظر إيش ولا إيش لو فيه في الإيقهيد ومعركته مع كيزر وزحل اللي واصلين له معاهم مئة سفينة من البحرية وفيه سفينة مجهولة من طاقم تيتش متجهة كمان للإيقهيد تيتش وش صار له بعد معركته مع لاو لاو وش صار له بعد معركته مع تيتش قارب وإيش صار معاه في جزيرة القراصنة صاحب الجرح الناري شانكس وش قاعد يسوي الحين بعد ما سر على كد أسئلة كثيرة ننتظر لها جواب إيش شاف سابه في العرش الفارغ يا أودا تكفى إذا وصلتك هذه الرسالة تكفى لو لا ظروف الوقت ما قلت تكفى المشكلة تدرون إيش أسبوع الجاي ما في فصل حيلو يعني حتنتظر أسبوع وتقعد تسوي تحرياتك خلال الأسبوع هذا ما علي الحياة حلوة يا أخوان لايك للفيديو لو أعجبكم اشتركوا في القناة فعل جرس تنبيهات كم معكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادم